فيها مشاهد دعارة صريحة والتي بلغت عند هذا الرجل مثلا خلال هذه الفترة العصيبة هذا الرقم الكبير ايضا طيب يا رجل اوقف الحلقة وانهي البث ابسق على هذا الانيمي وانهي البث وانا اريد ان اريكم شيئا سلوكا جميلا انظر لو انا لو لا سمح الله ولا كأنه هنا يا من ترمون بناء منهجيا للشباب المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو قيل لك رتب هذه المواد من حيث قوة تأثيرها فربما توافق على ترتيبي لها وربما تخالف لا بأس لكن الذي يجب ان نعترف به جميعا ان هذه المواد سرقت جزءا من شباب الامة نعم اصحاب هذه المواد ومدمنيها في عالم اخر كوكب اخر ان صح التعبير فانك لو التفت من حولك وابصرت من نوافذ بيتك لوجدت اننا في زمان شديد ولكن اذا رمقت من بعيد ستجد هناك فئة من ابناء المسلمين اخذت خطفت وضعت في عالم اخر تقريبا هي بعيدة كأنها لا تسمع كأنها لا ترى لا تبالي بواقعنا وعالمنا واحوالنا كأنها في غرف من غير نوافذ لا يرون شيئا وللأسف هم لا يرون كذلك سنتكلم في هذا المقطع عن اصحاب الغرف المعزولة حرفيا كنت كل يوم انام واصحة بس العب اللعبة ما سيوا اي شيء ثاني في حياتي حرفيا خمس ايام تجربة جدا جميلة انا احب اللعبة اللي تخليك من كثر ما انت تحبها من كثر ما انت مستمتع فيها تنسي حياتك تحس انك عايش في اللعبة كذا خلاص اللي طول وقت قدام الشاشة كذا قاعد تلعب تحس ان اللعبة هادي هي حياتك تحس ان اللعبة هادي هي حياتك مرة كان اعجب من الموضوع صح نعم نعم ربما تجد بعض هذه الفئة تجامل قليلا فتغير صورة الغلاف او تكتب منشورا يدعو لغزة او تذكر بامر غزة خلال ثوان من مقاطعها الى اخر ذلك لكن سرعان ما تعود الى نمط حياتها الى عالمهم الموازن الى كوكبهم هذا البعيد الذي يجعل اصنافا من اللهوي ركنا من اركان الحياة ضرورة كالطعام والشراب يظنون يحسبون انهم لا ولن يستطيعوا الحياة الا بهذه الجرعة التخديرية يقول لك لا قدر الله ولا سمح الله ان يختفي عمل هلود هذا ايش تسميه هذا كيف نصنفه يأخذ هذا الترفيه بلب الواحد منهم يأخذ من تركيزه ومشاعره يأخذ من وقته وحياته والاهم انه قد يسلب شيئا من عقيدته ولذلك حاولت ان ارصد عددا منهم في هذه الفترة عصيبة وكان الامر صادما صادما ولذلك المعذر يا اخوة ستكون الاقتباسات كثيرة وبعضها طويل فاصبر معي واجلب كوبا من شرابك المفضل كما يقولون ولنبدأ باسم الله شاهدين الكرام هذه الحرب والتي تكمل اليوم الاحدى الرابع عشر من يناير على قطاع غزة يومها المئاس اخ التوحيد اخبرني مثلا كيف ينفصل احدنا عن عالمنا لتكون حصيلة لقطات الزنا الصريح الموجودة في الافلام التي جملها للشباب خلال هذه الايام وخلال هذه الفترة بلغت عددا مهولة طبعا نحن المسلمين دائرة مفهوم الزنا اوسع لكن هذا العدد فقط هو ما صنفه الغرب وانفسهم انه زنا فج وعري كامل المقصود ان المسلمين يستنصرون الله يطلبون النصر من الله يأخذون باسبابه وهذا الشاب ينفصل ويخذل اخوانه باستجلاب غضب الله هكذا في هذه الفترة العصيبة كيف هذا؟ ام انه لا يرى هذا مما يغضب الله وهنا دقف عند الملاحظة الاولى وهي فيما ارى ان بوصلت ما يغضب الله وما لا يغضبه تنحرف تنحرف وشواهد هذا كثيرة يعني مثلا يروجوا اللي مواد فيها محرمات وفي المقابل تسمع منهم مواقف مستقيمة في الظاهر فتتعجب اسمع معي دود ليه انت وماهر بتمتنعوا عن انكم تتفرقوا في المواقع المكرسانة ممكن السبب عشان غلط عشان دي غلط عشان دي سرقة عشان دي سرقة عشان دي اعتداء على حقوق الاخرين طيب الحمد لله جزاك الله خيرا لكن هل ده مش كفاية جمعا طيب قبل هذا هي فيها اعتداء على حق الله فليدى ما كانشي كفاية اصلا واللي مفلس ما يشوف افلام عه الله اكبر يعني لن ابيح لك دخول عالم الترفيه العصري اذا كان هناك اعتداء على حقوق الاخرين طيب يا جماعة المواد فيها اعتداء على حق الله هذا اعظم فكيف كيف تمنعون هذا وتستبيحون ذا ليه الاعتداء على حق الله ما كانشي كفاية بل وصل بكم الحال ان تسوقوا لموسم الترفيه يعني يتنزهون عن السرقة والقرصنة ثم يروجون لحفلات قد يقع فيها الاسود فمثل هذه المفارقات الاخلاقية والشرعية كيف افهموها كيف تفهم الا بان قانون ما يجوز وما لا يجوز شوها عندهم في ناس بأجلها من كيانات زي دي اعلانات مرعبة هو يقصد هنا تلك المنصات التي هي في الباطن كبيوت الدعارة وانا شاهد على ده انا مش منهم عشان نكون واضحين وقالوا لا لو مستحيل اعلن لحاجة زي كده مستحيل اشتغل على حاجة زي كده مش عشان الجمهور هيهاجمني ولا الناس هتكرهني ولا هتجيب ليش كيمة لا انا ما احب انا ما اقفش قدام ربنا وانا امروج لحاجة زي كده لا استطيع ان اسأل عن كل بني ادم استغل الحاجة ديت من ورايا طيب موقف صحيح وكلام عاقل وواعي جزاك الله خيره لكن نفس الشيء انت تخاف ان تحاسب على تجميل منصات دعارة مشبوهة لكن اما تخاف ان تحاسب على تجميل افلام فيها مشاهد دعارة صريحة والتي بلغت عند هذا الرجل مثلا خلال هذه الفترة العصيبة هذا الرقم الكبير ايضا لكن لما يكون ما سنحاسب عليه وما لن نحاسب عليه كأنه ذات مرجعية غربية عندها ستقع مثل هذه التناقضات وليس هذا خاصا بمروجي الافلام فقط بل هذا التناقض ملحوظ عند كثير من ساكني هذا العالم البعيد بمختلف مجالاتهم الترفيه يعني هذا الرجل مثلا بعد ذا ان عرض اعلان لعبته كان في الاعلان مشاهد لنساء عريات ورقص ونحو ذلك وهو عرضه كما هو الا شيئا قليلا وحصلت عليه ضجة فجاء يتكلم على الموضوع في المقطع التالي فكان من الرجل هذا الكلام العجيب اكثر سؤال واكثر شيء اثار الجدل يمكن من امس لليوم الشيء اللي احنا شفناه في التريلر ايش من الرقص يعني انا ما بغا حتى تقول المصطلحات عشان بس يعني صراحة احتراما لكم بس سعران ما بغا حتى تقول المصطلحات عشان بس يعني صراحة احتراما لكم سبحان الله سبحان الله يعني استحى ان يذكر الالفاظ مع انه عرض مشاهد هذه المصطلحات امام متابعيه فهداك الله انت هنا استحيت يعني لو ذكرت الالفاظ ولم تعرض المشاهد لكان اسلم لكان موقفا متفهما هم هم كيف لا يرون هذا تناقضا سبحان الله وفي هذه الفترة العصيبة وغزة تلاقي ما تلاقي تستجلبون غضب الله هكذا هداكم الله هداكم الله ربما يقالهم اخلوا مسئوليتهم فنبهوا هذا فوق سن الثمانية عشر او هذه ليست للمشاهدات العائلية فيلم لا يصلح ابدا للمشاهدة العائلية لكن انا اتمنى يتم التسويق له واحنا انساهموا الناس تشوفوا انا مني شايف ان الفيلم عامل بلز كافي بس الفيلم غير مناسب للمشاهدات العائلية على الاطلاق لكن يا اخوان صح انه انيميشن لكن للكبار دموي جدا وفي قدر عالي من العري فانتبه تتفرج امام الاطفال اصلا هذا الاشتراط وهذا التنبيه على السن يشهد ان منظومة الحلال والحرام لديهم قد شوهت اثرت فيها معايير الغرب فالمسلم ليس عنده زائد 18 وناقص 18 هذه التصنيفات لمن لا يؤمن ان هناك حساب المسلم هذه المواد انتضمنت حراما فهي محرمة طيلة العمر طيلة العمر لا يرفع القلم لا ببلوغ السن الثلانتعش ولا بسن التسعين لا يرفع عنك القلم حتى الممات فاي شيء هذا الا ان تكون تلك البوصلة انحرفت وشوهت ومن هنا لننتقل الى الملاحظة الثانية لان المشكلة اليوم اعمق من لقطات ومشاهد والنظر المحرم اليها اليوم يا اخوة طبيعة العلاقة مع النساء انما يأخذها الجيل من هذه المواد الثقافة الجنسية ككل اصلا تحدد وتأخذ تفاصيلها من هذه المواد ان كنت لا تدري بالانحراف التي فيها وانتكاس الفطر والسعار الشهواتي فيها هذا مصدر اساسي عند الاجيال الحالية ففي هذا الكوكب البعيد هم في غرفهم المغلقة يتعلمون ولتكن هذه هي الملاحظة الثانية ان هذه المواد اصبحت مصدرا للمعارض لكن انا راح اقول لك شنو تعلمت من الانمي تعلمت من الانمي ان المرأة ليست ضعيفة ان المرأة ليست ضعيفة لاحظ قوة المرأة التي ترى في هذه المواد ليست سوى استرجال للنساء وبث لقيم النسوية ومساواتها الظالمة بالرجال وربما تعزيز فكرة الجندر وغير ذلك وتعلمت معنى التضحية وان الخيانة جد المؤلمة وتعلمت ان يجب علي ان احمي اغرب الناس اليه وتعلمت معنى الصداقة والمسامحة لاحظ كيف مفاهيم فطرية كانت تأخذ من العائلة المسلمة والمجتمع المسلم المحيط بالمرأة اصبحت اليوم تأخذ من هذه المواد هذه المواد تؤسس لنا هذه المفاهيم وتعلمنا اياها وحتى مفهوم السعادة ومفهوم النص والحرية والتمرد والثورة والحياة والوجود والإله وغير ذلك حتى التاريخ الإسلامي تاريخ بيئتك يؤخذ من هذه المواد اسمع من خلال مخطوطات بتستكشفها أثناء اللعب كاتبين فيها معلومات موجزة عن التاريخ العربي الإسلامي المخطوطات هذه أحلى شيء بالدنيا كنت لما لاقيها أعطيها كل وقتي راهها مرة ومرتين وقارنة باللي شايفه قدامي بلعبتنا تشعر مادة تاريخ تفاعلية دسمة أفضل من أي مادة ممكن أدرسها بمدرسة ولا جامعة بتعطي تاريخ ممتاز عن بغداد والدولة العباسية وهالفترة من الزمن وهنا ليست المشكلة فقط أن اللعبة تصوق لأبناء المسلمين تاريخهم بل تصوق لهم ولاءهم وبراءهم فمجرد فكرة أن تكون في دور أحد الحشاشين تلك الطائفة الباطنية الكافرة التي حرفت الشريعة واحترفت القتل حتى لو كانت دور في اللعبة في عوالم خيالية لكن كما اليهود اليوم مجرمون فقد كانت هذه الفرقة مجرمة وأنت اليوم تلعب بها وتقتل وتله وتفرح ولا نجد أحدا منكم يحمر أنفه غيرة على دماء المسلمين القديمة نلعب كقوات أمريكية وعادي نلعب كآلهة وعادي وربما فيما بعد نلعب كرافضة عادي كقرامطة عادي فهل هذا طبيعي؟ هل طبيعي أن يكون هذا هو ترفيه وأبناء المسلمين السنة اليوم؟ هل يعني في المستقبل سنلعب بدور جندي يهودي يوما ما؟ ونقول هذه مجرد لعبة فلا تتشددوا هناك ماب لغزة ودعونا نلعب كغزايا هو ولا تتشددوا ما المانع وماذا ستقول حينها؟ لو سمعت هذا الكلام من ولدك بعد عشرين عام ماذا ستقول له؟ بس هاب أحكي يا جماعة ديروا بالكم في فيلم جاي حطلع فيه هاي البطل الخارقة إسرائيلية بطل خارق إسرائيلي بتصور هذا الفيلم لازم نقاطعه طيب جزاك الله خيرا جيد يعني هناك مواد تقاطعونها ولا تعتبرون هذا تشدداً وتخلفاً وتحس إن هيتم المتجرة بيها هيتم المتجرة بيها بس لحاجة لفيلم للمتعة كده هم مش فاهمين القضية الحاجات دي ما ينفعش تتعالج في فيلم كوميك بوك الهبف الأساسي منه هو الطرف طيب الحمد لله لكن لماذا أمام العقيدة أمام حق الله جل وعلا تمر عليكم مواد أكثر كفراً وجحوداً وأظهر في البطلان وأسوأ أثراً على القلوب المؤمنة وما سمعنا منكم إلا الترويجة والإشادة حق الله هيبة الله عظمة الله هذه أنتم لا تعاملونها بهذه الحساسية وهي قضية القضايا فسبحان الله والمسجل هنا الملاحظة الثالثة أن الغير العقدية تدك تكاد تختفي تكاد تزول إلا عند القليل انظر إلى ردة الفعل هذه مثلاً هو مجنون هو مستجن بس من المنطلق آخر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العلي العظيم طيب يا رجل أوقف الحلقة وأنهي البث ابسق على هذا الأنمي وأنهي البث يا رجل يشاهدك الآلام لتتحمل وزراء أن يسمعوا كلهم هذا الكفر عن طريقك بواسطتك أوقف الحلقة يا رجل للأسف الرجل استمر في مشاهدة هذه الحلقة حتى أنهاها مستمتعاً ومتحمساً لما سيأتي من الحلقة وبعد أن أنهى الحلقة كاملة استقبل عدداً من الأسئلة وكان من ضمنها سؤال عن الكفر الوارد في الحلقة فقال الرجل فأنت لا تدخل راح فيها تعود من بيسك لا تستغفر الله وأعوذ بالله من إبليس وشره وإلحادهم اللي يجيب المرض كنت أنتظر أن توقف المسلسل كنت أنتظر أن تلغي متابعته كنت أنتظر أن تقول للناس لا تتابعوه لما فيه من الكفر لكن لا نصرخ قليلاً ونستغفر الله هكذا ونقول تابعوا للمتعة وما يهمكم الإلحاد الذي فيه يا جماعة أين حميتكم هذا المسلسل لو كان فيه تحريض على رئيس دولتك ما استطعت أن تتجاوز هذه اللقطات سترفض تماماً هذا التحريض أليس كذلك بل ستعلن البراءة وتعلن المقاطعة وستكتب المناشير في الشجب والتنديد ولن تهجر المسلسل فقط بل ستهجر من لم يهجر المسلسل أليس كذلك أنت ستطبق أحكام الولاء والبراء التفصيلية لكن على غير الله وعلى غير دينه فما لكم أروا الله غيرتكم على دينه ما لكم أم أن الولاء والبراء قد دك حتى هدن سبحان الله مذ شاهدت ردة الفعل هذه تذكرت قول الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أعاذكم الله أن تكونوا من هؤلاء أعاذكم الله وأعاذكم الله أن تعتزلوا هكذا أن تبتعدوا هكذا من المسلمين اليوم من تدكوا بيوتهم وتسفكوا دماؤهم وأنتم في لهوكم غير البريء هذا حرر فلسطين شينك يا قادمون إيش أسوي يعني إيش ما أنا أسوي بالضبط أنا بقول لك إيش تسوي بالضبط إن لم تستطع أن تحمل سيفا فتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات لينصر الله عباده تقرب إليه سبحانه بترك حياة السبهل لا هذه أترك هذا العالم الذي عزلك على المسلمين وهمومهم وقضاياهم هكذا تخدم المسلمين هكذا تفعلوا للدين هذا الواجب عليك هذا ليس ترفا لكن أنتم استوردتم هذا الاستهزاء وهذا الاستعلاع على من يذكركم بالجد ومعالي الأمور وأنكم بهذا الحال تضرون غيركم أنتم تخذلون أهل غزة نعم نعم لا تستغربوا بل حاولوا أن تفهموا أنتم تستجلبون غضب الله بأفعالكم المسلمون هنا وأنتم هناك بعيدون ولا تقولوا نحن أحرار نحن لا نضركم هذا الكلام وحده هذه اللامبالاة وهذه الفردانية من شخص ينتسب إلى الإسلام هذه وحدها تستجلب غضب الله هذه وحدها من أسباب الهزيمة يا هؤلاء هذه من أسباب الذل فاتقوا الله أنتم دعاية فعالة لأجندات هي مخالفة للإيمان والتوحيد استيقظوا أنت أخبرني أليس الأنمي الذي ينشر صريحا أجندة الشذوذ مثلا هذا الأنمي مستحيل أن تنشروه مستحيل أن تتابعوه أليس كذلك؟ طيب قضايا الإيمان والتوحيد والشرك هذه مرتبته أعلى وأكثر حساسية فكما تنكرون وتنفرون وتنفرون من مواد أجندة الشذوذ كذلك هناك أجندات أخرى كأجندات تزيين دين الإنسانية وفصل الدين عن الحياة والكلام عن الله وأفعاله وأقداره بعدم احترام وربما الاعتراض على الأقدار ونشر هلاوس الكهنة وظهور الصلبان أو الكلام في الشياطين والملائكة وطرح فلسفات فكرية حول الإله ومعنى الحياة والكلام في سلطة الدين وواواوا كل هذه أجندات تبث في هذه المواد هذه الأجندات لماذا لا ترونها كأجندات وتنفرون منها كما نفرتم من أجندة الشذوذ سبحان الله هذه الملاحظة التي أتكلم عنها أن الغير العقدية تدك وتفتكوا بكم فتكا وأنتم لا تشعروا والعجيب أنهم أحيانا يعترفون أن هذه المواد تؤثر في أجيال اسمع بنفسك رحكم يعني الأجندة هذه لأن كل ما أنحليت في القيم كل ما صار المدخول من الأشياء التي تسويها اللي ما عندك أي مانا عندك تسويها أعلى وهذا من المدالي من الخمسينات حتى كان فيه أفلام في الخمسينات والأربعينات كانوا الننز نفسهم الراحبات الراحبات نفسهم أنه ليش لابسين كذا خلق قصروه شواء وزي كذا ويطلعوا في نهاية الفيلم أنهم مبسوطين وهم طالعين وهم مقصرين مثلا من وقتها ليش اللي بيتأثر الجيلة جاي مو إحنا اللي قاعد يقتنع ويقول لك يا أخي ما ظروا أحد خليهم في حالهم الجيلة جديد مو إحنا شوف هو هذا الخوف أكيد موجود وهذا اللي خلى يعني وأنا عشان كده منع في المراجعة شرحت في بداية بشكل بسيط شرحت في بداية بشكل بسيط أنه ليش بيتمنع إيش المنع منع مو لنا إحنا الكبار في السم مثلا اللي خلاص عندنا قناعات وبهما يشوف خلاص المنع عشان لا يطلع جيل بيتفرج ويشوف هذه الأشياء ويلاقيها عادي فأنا تريك معك في النو فعلمون إذن أن هذه المواد التي يروجون لها هم يعلمون أن هذه المواد اليوم أداء أولى في التطبيع مع أي أمر كان هم يفهمون أنها سلاح في الغزو الفكري والديني يفهمون أن هذه المواد ليست ترفيها وحسن هذا ليس لهوا بريئا هم يعرفون هذا سبحان الله ولكن عند المحك يكذبون في وصف واقعهم وهذا كثيرا ما يتكرر ينكرون هذا التأثير تعظ أحدهم في شيء فيستكبر ويقول لك لا نحن لا نروج لهذا تحذرهم من شيء ينكرون وجوده عندهم ولعل هذه أجعلها ملاحظة رابعة وهو أنهم يتكلمون بخلاف واقعهم مثلا كثيرا ما نسمع منهم يقولون هذه مواد للتسلية فقط للترويح عن النفس لا نأخذها بهذه الجدية ثم ترى رجال منهم يتكلمون في تفاصيلها ويناقشون ويحللون وكأنها مسألة عقدية أو فقهية كأن المسألة يتعلق بها آخرة أو حتى يتعلق بها دنيا أنا سأعرض هذا لكن من دون صوت وأريدك أخى التوحيد أن تحاول أن تخمن عن أي شيء يتكلم هذا الرجل عن أي شيء يجادل انظر إلى وجهه انظر إلى جديته خمن لماذا هو متأهب ويتكلم بحرقة وانفعال والآن اسمع عن ماذا كان يتكلم أقسم بالله أن أسوأ تحول في عالم الأنمي أول شيء ما عليش لو في كم لا يتحول مرة خمس مرة أربع مرات كل تحول يتحوله يطلع مع الرجل ويطلع رجاله ووحش سبحان الله في القيرة خامس مع أفضل شخصية في عالم الأنمي كايدو يروح يستحبل يا إخوة أنا أنا فعلا أتساءل ما الذي حدث لنا كيف كيف هكذا رجل طويل عريض في عقده الرابع وربما عنده أسره وهو هكذا فما الذي حدث لنا أنا أنا فعلا مذهول قبح الله من أدخلكم في هذه الغرف المعزولة شيء مستفز لأبعد حد انظر كيف الحماس والنقاش الجدي والتركيز فكيف له وترفيه وتبذل فيها هذه الأذهام بهذه الجدية معقول هذا يصدق سبحان الله يقولون خلاف واقعهم ثم يأتي آخر مرة أخرى ويقول لا أنا مجرد ألعب هذا خيال وليس حقيقة أنا فقط أله لا أكثر لعب وله وبراءة اسمع البراءة الله أكبر ما هذا تلعبون فقط ثم يصل بكم الأمر أن تحاكوا كلامهم حتى في الكفر الذي فيه هذا لعب بريء هذا أنت تظن أنك طالما تلهو فيجوز لك هذا حتى في خوضك ولعبك لا يرفع عنك القلم أنت في لعبك مطالب بالتوحيد والإيمان وأن لا تقول ولا تفعل ما يخالف دينك واحذر أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فأمر الغيب هذا ليس مشاعا ليس مسرحا للخيال ملائكة تنزل إله يقتل إله يجن هذه الأفكار وهذه السيناريوهات لا يسمح للمسلم حينما يلعب أن يخوض فيها ويلهو بنحوها أعوذ بالله فضلا عن أن أحاكي كلامهم في شكر المسيح أو الاستغاثة بالمسيح هذا جنون اعرف حدك يا عبد الله اعرف حجمك وتذكر قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولا حول ولا قوة إلا بالله تظن الآن هم اقتنعوا لا لا تظن أصحاب الغرف المعزولة تعضوا لا أبدا إلا من رحم ربك لكن سيصرخ الكثير منهم ويصررون أن حالهم ليس كذلك يقولون نحن نعلم أنها خيال زائف لا أكثر وتراها في نفس الوقت تسكب لها دموع الرجال الله أكبر الآن هذا الحال يسر من ألم تقولوا أن هذا مجرد له تقطعون به أوقات الفراغ ألم تقولوا قبل قليل أن هذا خيال فارغ ألم تكن شيئا تافيا قبل قليل طيب كيف تأثيرها عليكم بلغ هذا المبلغ كيف يفسر هذا إلا بساعات من المتابعة والارتباط العاطف الشديد حتى يبلغ الحال بالرجل هذا المبلغ أن يبكي وينتحب وينفعل هذا الانفعال نعم تسمع النحيب ويغضبون وتسقط دموع العين لأجل ماذا؟ لأجل خيال لأجل عالم من الوهم كذا يقولون وليس هذا هو واقعهم هذا الخيال غدا حياتهم غدا طعامهم وشرابهم صرفوا مشاعرهم لهذا الخيال وصرفوا أذهانهم وأوقاتهم والعياذ بالله وليس هذا خاصا بهذا النوع من المواد الأنمي مثلا ولا الأفلام ولا المسلسلات حتى مدمني كرة القدم وانتصاراتهم الوهمية يقعون في مثل هذا التأثر الشديد ثم ينكرون ويقولون لا نتأثر إنما نتابع لأجل المتعة فقط والتسلية وتضيع الوقت طيب نفس الشخص هذا الذي يقول هذا الكلام بعد المباراة ينتحب فهداكم الله جميعا هداكم الله بل للأسف للأسف هناك شباب في غزة يصرفون حزم الإنترنت في متابعة هذه الأمور أول بأول فحقيقة أنتم يا شباب مجانين أنتم صاحين أنتم الله يهدين ويهديكم لكن ترى كونك غزاوي هذا ليس سك غفران ولا تذكر مضمون لدخول الجنان الدعاء والمشايخ الذين يدعون لكم ويبذلون لأجلكم المفروض أيضا أن واجبهم إن رأوا خطأا إن رأوا انحرافا عقديا أن ينبهوكم هذا ليس ترفا هذا واجب عليهم غفر الله للجميع وأنتم يا شباب تريدون النص تريدون الظفر بعدوكم اخرجوا من هذه العوالم اخرجوا من هذه الغرف التي ليس لها نوافذ اخرجوا تفلحوا تظنهم يا أخ التوحيد اتعظوا تظنهم اقتنعوا كثير منهم إلا من رحم ربك سيأتيك مرة أخرى وأخرى وأخرى يعودون يجادلونك أن هذا الأمر عادي وطبيعي وهذه المرة سيقولون يا أخي نحن بشر ولنا أحاسيس ومشاعر ولسنا أحجارا طيب ما هذا الذي نقوله لكم منذ الصباح أنكم أوعية ولستم أحجارا أنت وعاء ينفذون إلى قلبك ينفذون إلى دينك وعقلك بهذه المواد وأثروا فيك وأنت لا تشعر وإلا فلماذا قمة التفاعل والانخراط والشعور بهذا العالم الخيالي لا 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 هذه حالة عاطفية حقيقية ليس مشهد تمثيلي للأحضان بس دي تكفى الذي تكفى طلبك طلبة لا الله لا يا شيخ مو كذا يا أخي الله العظيم شيء مستفز لاحظ هنا لما استفز دراميا أغلقه أوقف المشهد لم يكمل لا يريد أن يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله يقول يا ابن اليهودية لتصدقني حينما أقول لك أن هذه الليالي الملاح كانت والناس تموت والناس تقاتل وتجاهد وتدفع الصالح هم في المقابل يسهرون الليالي على أنيمي وينفعلون هذا الانفعال ألم أقول لك هي غرف من غير نوافذ لا يبصرون ما هو خارج هذه الغرف ولا يشعرون بقضايا المسلمين لا يرون شيئا ولا يرون ثم تقول لي بكل بلاده أنا لا أتأثر كيف هذا ثم تسمعهم يقولون هذه مشاعر عادية حتى لو بكينا في النهاية هذا لن يغير شيئا من مبادئنا أو من أفكارنا وعقيدتنا تديننا ثابت لا يتغير بهذه الأمور كذا يقولون وسبحان الله يقولون خلاف واقعهم يا جماعة أنتم ارتكبتم المعاصي الصريحة لأجل هذا الترفيه فعن أي ثبات على الدين تتكلمون طيب في العقيدة أنت الآن حتى تعرف تأثرت أم لا لا بد أن تدرك وتتعلم هذه العقيدة بتفاصيلها وتعرف نقيضها وتعرف صوره العصرية فكم منكم أصلا يملك الوقت ليفعل هذا إذا كان أحد المتصدرين منكم يؤمن بنظرية الجذب قانون الجذب أنا مؤمن بقانون الجذب بشكل كبير تخيل هذا يؤمن بالطاقة والجذب وهي خرافات لا علاقة لها لا بدين ولا بواقع ثم هو في لهوه يستأمن على ملايين من أطفال المسلمين سبحان الله ويصل الدعم لأمثاله أن ينشئ قرية للأنمي وفي قريتنا فيه ما سوح ومواسم للترفيه وكأس عالم والله أعلم ماذا بعد وبعض السذج من الدعاء روجوا لبعض ذلك سذاجة وخفة عقل يا جماعة اتقوا الله كلكم سواء المتصدرين أو حتى المتابعين أنتم في هذا العالم البعيد أنتم في هذه الغرف المغلقة تخاطبون بأفكار كثيرة فهل تأمنون على أنفسكم؟ هل حصنتم أنفسكم بالعلم والتقوى؟ لقد رأينا مخازن أنتم تخاطبون بفلسفات إلحادية ومهلكات كثيرة مثل المادية والعدمية والتشكيك في الحكمة والحياة والخلق والدياثة وأفكار النسوية وهدم للولاء والبراء الديني ومعتقدات شرقية مثل الكارما والطاقة وغيرها ثم أبناء المسلمين أبناء الحق تقص عليهم أخبار هذه الآلهة المخترعة وهم يلهون وهم فرحون يقدم إليك هذا الكفر على طبق من الترفيه سبحان الله والمرء رأى مخازي لما هذا الشاب الأشهر من نار على عالم لما تمر عليه فكرة أن النجوم تحقق الأمان لا يعقب بشيء لا يستنكر وهي يعني ألف باع عقيدة ألف باع شرك الأسباب وتمر عليه ولا كأنه هنا اسمع نجبة تسقط فرصتنا الوحيدة أطلب أمنية أنا أيضا لم تتحقق الأمنية هذا الآن مقبول هذا مجرات هذه الفكرة الشركية والضحك عليها هذا مقبول ألم أقول لكم لقد رأينا مخازي والله لقد رأينا مخازي كم أولئك الذين يعظمون جدا شخصية كريتوس إله الحرب كما يقال مسلم ينتسب إلى الإسلام شخصيته المفضلة شخصية وهمية هي إله الحرب ما شاء الله ما شاء الله إذا كانت كلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا كلمة تافها في نظره تهوي بصاحبها في جهنم سبعين خريفة فكيف بهذه كيف بهذه ونفس الشيء دراغنبول مثلا يجسدون آلهة بطريقة هزلية وأبناء المسلمين يشاهدون ويتمتعون طيب أليس لوفي إله الشمس كما نسج خيالهم الآثم فكم أولئك الذين يعظمون هذه الشخصية جدا أليس هناك شخصيات في مسلسل بليت تحدد المصير بعد الموت طيب كل هذا يا أخي المسلم لا يحمر له أنفك أي دين هذا الذي فيه أي عقيدة هذه التي تعتقدها فبالله لا تحدثوني عن قوة الاعتقاد لديكم ما شاء الله قد رأينا مخازي اتقوا الله اتقوا الله اخرجوا من هذا العالم المخزي اخرجوا من هذه الغرف التي ليس لها نوافذ قد تفقد فيها أعز ما تملك عقيدته ومفتاح الجنة فيها قد يضيع فاخرج واتق الله اتقوا الله أنتم ومن تجرونهم وراءكم إلى هذه الأوحال من الترفيه ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب يا أخوة كيف أنهي المقطع وأنا لم أتكلم بعد عن الوقت وهذه الملاحظة في غاية الأهمية أنك في هذا الكوكب البعيد تعيش نمط حياة مستهلك جدا للأوقات بالله هذه الأرقام التي أسمعها تصدق هذا الأنمي المتضمن للكفر والخوض في الشياطين والسحر أعاد هذه السموم أكثر من مرة فأي عقل أن تصرف الأوقات بهذه الطريقة وهذه لعبة واحدة تخيل هذا مثال على لعبة واحدة فكيف بعالم من الإلعاب فالمقصود أن هذا الكوكب البعيد لا تظن أنك ستلتقط أنفاسك فيه لا أبدا حيثما تلتفت في تلك الغرف تجد عوالم جديدة وشخصيات ومواد متراكمة ومتزاحمة أفلام تل وأفلام تل وأفلام وهاهم مشغولون بحصر ما نشر في شهر عشر الشهر الأول لأهل غزة والمسلمون أعينهم وقلوبهم هناك وهؤلاء عيونهم تترقب جرعات أخرى من هذا المخدر الترفيه والجرعات كثيرة هذه الجرعات لا تنتهي في كل شهر في كل يوم فلا يكاد يصف لك ذهن في هذا العالم البعيد وضروري أعترف أن غزارة الإنتاج اللي بتزيد سنة عن سنة بتخلي الواحد قدام تحدي كبير جدا تلوح عليك الإنتاجات الواحدة تلو الأخرى تصبح مع كثرتها وتراكمها كالأعباء فلا وقت لها جميعا وشعور السعادة في البدايات ينقلب شعورا بالإنهماك وضيق الوقت وعدم الرضا نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه فهداكم الله أنتم ماذا تفعلون بحياتكم هذه الساعات كيف ذهبت كيف أضعتموها هكذا ثم إن هدر مثل هذا الوقت يعني أن نوافذ غرفتك حتى لو فتحت فأنت لا وقت عندك لتنظر فيها فتبصر قضايا المسلمين وأحوالهم فتحمل همها وتبذل لها والتي لا تنحصر في قضية غزة ولا قضية فلسطين وهذه نقطة مهمة قل من ينبه عليها أن قضية المسلمين ليست فلسطين وحسب ليست غزة وحسب قضية القضايا وأولوية المصلحين الأولى إصلاح عقائد الناس نعم سفك دماء المسلمين أينما كانوا في غزة وفي غير غزة هذه قضية عظيمة القدر أمتكم تحتاجكم فيها أمتكم تتضرر بلهوكم وانشغالكم بهذا اللعب المسموم وهناك قضايا أخرى لو قدرنا أن نسب الصحابة وقذف عرض أمهات المؤمنين انتشر في غزة أو أن من يسبهن أصبح معظما فيها مهيبا يرفعونه فوق رؤوسهم هذه مصيبة هذه قضية عظيمة القدر كذلك أمتكم ستحتاجكم فيها لو قدرنا أن الإلحاد انتشر أو إنكار السنة أو حتى لو قدرنا القبورية يعني لو بنيت في غزة الأضرحة والقبور وفش الشر والتصوف الغالي ستكون هذه قضية عظيمة من قضايا المسلمين أمتكم ستحتاجكم فيها لو قدرنا انتشار التجاه والأشعرية وأصبح الناس في غزة كأنما يعبدون إلها آخر يعتقدون في إله آخر غير الإله العظيم الذي عرفنا نفسه في الوحي إله المتكلمين الجديد هذا لم يتكلم بحروف القرآن الذي بين أيدينا اليوم في المصاح بل هو إله لا يسمعك الآن تخيل ولا حتى يبصر ما تفعله الآن ولا تراه عيونك يوم القيامة ولا تعرف أين هو أصلا هذه مصيبة وطامة وقضية عظيمة لأن معرفة الله معرفة صحيحة هذه مركز المركزيات يا من ترمون بناء منهجيا للشباب المسلمين والأشعرية معرفة الله لديهم مضروبة ومحرفة فهم ألد أعدائكم لو كنتم تفقهون دعاتهم ومن يقلدهم هم المفروض الفئة المستهدفة لكم وهذه العبارة أمامكم أتركها حتى تحفظ وحتى تعلم أن الأمر مع هؤلاء شديد يجمع هؤلاء عندهم إلههم لو أدخل اليهود المقتصبين الفردوس الأعلى من الجنة وأدخل مسلمي غزة اليوم أسفل دركات النار مخلدين فيها لما كان هذا قبيحا في منظور عقولهم نعم هذا جائز عقلا عندهم فتخيل فقط لو أن هذه المقالة انتشرت في غزة حينها لا بد من وقفة حينها أمتكم ستحتاجكم يا أهل اللهو طبعا وغير هذا الذي ذكرت لك الكثير والكثير من قضايا المسلمين وأنتم نائمون غافلون أغلقتم على غرفكم الأبواب وغرقتم في هذا اللهو صباح مساء لا ترون شيئا ولا ترون حينما تحتاجكم أمتكم والمرء يتكلب من حرقة من حرقة شديدة وتأسف على هذه الأنفس التي تغرق ربما خمس سدين أو عشر أو عشرين سنة وهي بين الفيلم الفلاني واللعبة أو الأنمي العلاني شيء مؤسف شيء مؤسف نحتاجكم أنتم تحتاجون ليقظتكم حتى تنجون في الآخرة مصيركم على المحك فشيء مؤسف أن تهدروا هذه الأوقات في هذا نسأل الله العافية نسأل الله العافية وفي الختام أخى التوحيد أمر هذا اللهو اليوم مهم وإنقاذ من في هذه الغرف المعزولة أمر ضروري أنتم يا أصحاب قنوات الترفيه أقول لكم اعلموا أني أعلم أن سطوة هذه المواد على النفوس كبيرة وأن من سطوتها عليكم أنكم أحببت بوها أنا أعلم يا من تروج لهذه المواد أنك أحببتها جدا وأنك ترى أن من حسن حظك أنك ترزق بها لكن هداك الله اسمع مني هذه الكلمات وأرجوك أن تفهم كلامي وتفهم لماذا أحذر منك ولماذا أنفر عنك هذه المواد الشر فيها هو الغالب بل كل يوم كل يوم يتضح أن الشر فيها هو الغالب فأنت لما تنقل هذا البلاء من شخصك إلى أشخاص آخرين بحيث تجمل هذه الحياة لهم تبهرجها تزينها في عيونهم أنت الآن ستحاسب على اثنين بل على عشرة بل على مئة بل أكثر من ذلك وكل بما كسبت يمينه فاتق الله أخي اتق الله اتق الله ينتظركم يوم حساب طويل فهذه ذنوب جارية ستبقى تتدفق حتى بعد مماتكم هذه ستزيد أعمارا على أعماركم فأين تذهبون أين تذهبون اتقوا الله وتركوا عنكم هذا السبيل أقولها لكم بالفم المليان استرزقوا بغير هذا السبيل استرزقوا بغير هذا السبيل واحتسبوا ذلك واتقوا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون وأما أصحاب هذا الترفيه الغربي وملاكه فهؤلاء أصلا قوم كفر هؤلاء قوم ليس لهم إلا دنياهم لا يرجون لله وقارا يصنعون في دنياهم جنتهم ويصنعون فردوسهم الأرضي وهذا الترفيه هو طريقتهم في تغييب عقولهم عن مقتضى وجودهم لذلك الطبيعي أن يكون هذا هو عندهم اللهو المعظم اللهو المقدس هذا عندهم نعم هو عنصر أساسي في حياتهم الضنك ليخفف عنهم ويخدرهم لذلك هم أطلقوا في ذلك شهواتهم ونشروا في هذا الترفيه زبالات أفكارهم لكن أنت كمسلم أنت مختلف أنت في هذه الدنيا تبني آخرة وقتك أخي محسوب علي ذهنك محسوب علي مشاعرك محسوبة علي هم لا يكترثون لكن أنت تكترث هذا الوقت المهدور هذا مصيرك على المحك هذا مستقبلك يا أخي أنت لم تخلق لتلهو مع الله وأحداث غزة هذه فرج الله عنهم هذه المفروض أن توقظك يعني إن لم يكن الآن فمتى إن لم تترك تلك الحياة إن لم تترك هذا العالم المعزول البعيد فمتى يكون ذلك؟ متى؟ أما زلت تتابع أفلامهم؟ أما زلت تنتظر جديد ألعابهم؟ نعم الحمد لله ربما أنت تقاطع منتجاتهم جزاك الله خيرا وأنا أريد أن أريكم شيئا سلوكا جميلا انظر سجموا عليهم وعطيني واحد كوكوكو شو كوكوكولاس تغفر الله تعطيني هنا الشركة الصهيونية معافلة رأيتم ردة الفعل هذه رأيتم هذه النفرة رأيتم هذا الابتعاد والتحذير بل التنزه عن هذا والاستحقار رأيتم هذا ما أجمله وما أجمله أن يكون كذلك في عاداتهم ومودة ترفيههم ما أجمل أن تقاطع هذا كله كما تقاطع منتجاتهم ما أجمل أن تقاطع أفكارهم وتصوراتهم وأسلوب حياتهم أخ التوحيد أنت في هذه الدنيا أنت في هذه الدنيا محارب أنت محارب يقاتل على صموده حتى تنتهي هذه الحياة ما أنا في الدنيا إلا كراكب استضل تحت شجرته ثم راح وتركها هكذا أنت أخي هكذا أنت فلا تنسى هذا الحقيقة المرة أن من يزين لك أن تقطع شيئا من حياتك لتدخل في تلك الغرف المعزولة وتلهو وتعبث وتنسى الامتحان هذا الذي يفعل ذلك هذا ليس بريئا بل هذا مجرم أعاذك الله أن تكون من هؤلاء اسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا هداني الله وإياكم هداني الله وإياكم ولا حول ولا قوة إلا بالله بصركم الله وقواكم وغفر الله لي ولكم وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وبركاته هؤلاء شكرا